اشتركوا في القناة اوصل لكم المعلومة بكل بساطة ويبقى انك تتعلم معانا الكيميا تلاقي انها سهلة وبسيطة مش معقدة الرابطة الفلزية بكل بساطة ان انت عندك اي فلز في الدنيا عنده شبكة بلورية يعني اي فلز كده عنده حاجة اسمها شبكة بلورية الشبكة البلورية دي بتتكون من ايه بتتكون من الايونات الموجبة بتاعته اللي هو بيعملها وهذه الايونات الموجبة بتبقى بالمنظر دوت كده بينها قوة تنافر لانها شحنتها متمثلة وما بين هذه الايونات الموجبة بتوجد الكترونات التكافؤ اللي هي ايه الكترونات التكافؤ يعني الالكترونات اللي موجودة في مستوى تتقل ايه الخارجية اللي اسمها الكترونات ايه التكافؤ إلكترونات التكافؤ دي بتبقى موجودة جنب الآيونات الموجبة بالمنظر دوت فتقوم تقلل عملية التنافر ما بينها فتزداد قوة التربط بينها وتتكون بذلك الرابطة الفلزية يعني الرابطة الفلزية هي عبارة عن الرابطة اللي بتنشأ من هذه الإلكترونات الحرة اللي بتربط ما بين الآيونات الموجبة عشان ما حصلش بينها إيه تنافر يبقى احنا هنقولها إزاي بقى كده الرابطة إيه الفلزية اول هي عبارة عن رابطة بتنشأ من الالكترونات التكافؤ المكونة للسحابة الالكترونية اللي هي بقى المحيطة بايه المحيطة بالايونات الموجبة طب محيطة بالايونات الموجبة بتعمل ايه بتقلل قوة التنافر زي ما قلنا يبقى دي كده اسمها الرابطة الفلزية تعالوا نشوف مع بعض كده السبب في التوصيل الحراري والكهربي للفلزات ايه هو احنا عرفنا من زمان او في الاعداد ان حركة الالكترونات اللي هي بنقول عليها الحرة بتسبب التوصيل الكهربي والحراري يبقى الالكترونات الحرة هي اللي بتعمل الكلام ده اللي بنسميها احنا الكترونات التكافؤ طيب خلي بالك بقى كل ما زاد عدد الكترونات التكافؤ في مستوى الطاقة الخارجية كل ما كانت الربطة الفلزية دي اقوى كل ما قل عدد الكترونات التكافؤ كل ما كانت الربطة الفلزية اقل اديك امثلة مثلا لو بصينا على السوديوم اللي هو ان ايه عدد الزر 11 ده لو وزعناها هنقول كده ده عبارة عن نيون وبعدين عندك سري اس وان ده عبارة عن نيون وسري اس ايه وان يبقى عندك عدد الكترونات التكافؤ كام واحد وبالتالي لما جينا بصينا على هذا العنصر من حيث الصلابة لقينا ان هو لين سهل قطعه بالسكين يعني طالع عمل زي الجبنة التركي واحنا بنقطعها درجة انصهاره 98 درجة مقاوية يبقى ده اللي عمل فيه كده ايه اللي عمل فيه كده انه هو عنده الكترون واحد من الكترونات التكافؤ فقوة التنافر بين الايونات بتاعته كبيرة فالايونات بتبعد عن بعضها المجابة وبالتالي اصبح مفيش قوة ترابط ما بينهم وبين بعض فيبقى عنصر كده ايه ما هواش متماسك يبقى التماسك بتاعه قليل لو جينا بصينا على الماغنيسيوم اللي هو الام جي اتناشر هنلاقي انه هو عبارة عن نيون والمستوى اللي هو السري اس ده فيه كام الالكترون فيه اتنين عدد الكترونات التكافؤ اتنين زادة هوت فعشان كده ده خلى العنصر قوي شوية بقى العنصر طاري بيسهل عملية التانية بتاعته يسهل ثانيه شوفوا بقى ايه اللي حصل لما الكترونات التكافؤ زادت بدل ما كانت درجة الانصار 98 هنا مع الكترون واحد مع اتنين الكترون وصلت 650 درجة مئوية في الماغنيسيوم طب بالنسبة بقى للتالت بقى اللي هو الايه العلمونيوم اللي هو الايه الى تلاتاشر ده عبارة عن نيون بنوزعه باقرب غاز خامل وبعدين السري اس السري اس تو واس ري بي وان عدد الكترونات التكافؤ فيه المستوى اللي هو السري دوت سري اس ري بي تلاتة يبقى عدد الكترونات التكافؤ كام تلاتة خلت هذا العنصر صلب يسهل تشكيله يبقى كل ما زاد عدد الكترونات التكافؤ العنصر يجمد معك ويبقى قوي ليه عشان بيقلل التنافر ما بين ايونات المجابة اللي موجودة درجة اللي انصهار 660 درجة مئوية يبقى احنا كده عارفنا ان كلما زاد عدد الكترونات التكافؤ كلما كانت المادة اكثر تماسكا ويكون الفلزة اكثر صلابة ودرجة انصهاره بتزيد وتعلى والربطة الفلزية بتاعته بتزيد وبكده نكون وصلنا الى نهاية الدرس النهاردة في ناس يقول لك خلاص كده اه خلاص كده احنا شرحنا الرابطة الفلزية بكل بساطة كان معكم كبير معلمين محمد علي اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته